السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على شرق المسلمين سيدنا محمد وعليه أهل وصحبه وسلم تسليم كثير غرب العالمين كيف أحوالكم أخباركم إن شاء الله طيبين عائلتي الكريمة الليل جيتكم بولدي مختلف زي ما يقولوا لايف يعني في اليوم الآن عملت ذا كان لايف مع القطة هي قطة ما مربنا نحن في البيت بتجي من برا من برا كد يعني الناس بتقيف للناس والناس بيدوا أكل يعني أنا طوالي كل مجيني وهي معتها أنا كم واحدة طوالي مما يجوني أنا طوالي قاعدة أديهم أكل يعني من البواقب تحت البيت الباقي باقي فراخ باقي باقي لحمة يعني حاجة كده يعكلوها الكدائس أو القطط فهي هسي أنا الديتا أنا قاعدة راغبة يعني الديتا زي أيضا بتاعي بتاع تيدات كده نية يعني ما مطبوخة أنا عادة أم بقدب ليهم الأكل مطبوخ يعني لكن المرة دي الديتا دجاج صدور أو يعني القفط بتاع الجداد فيه بعض اللحم آآ يضيف فيه بعض يعني بشو بعض الدجاج أو الجداد آآ هي هسي مستمتعة بتاكل بمزاق كده يعني زي ما شايفينها بضع ديت فسبحان الله والله يعني الكائنات جميلة جدا يعني هنا بفن في في البلد هنا في بعض الناس بتربي القطط داخل المنازل والكلاب برضي داخل المنازل لكن طبعا نحنا كمسلمين أنا ما بحبز إنه ربي لي قطة داخل المنازل طبعا نصف الكلاب دي محرم علينا إنه نقضي يعني يعني ربيها داخل المنازل ممكن تكون للحراسة طبعا زي ما عارفين الكلاب يعني فالقطة دي جميلة وبريئة يعني هي بتعيش بس في يعني بقولها الوايت والكات اللي هي القطط اللي بدعيش خارج المنازل يعني ما بدعيش جو المنازل فالناس بتحطب عليها وبتديها لأكل أنا مرات بجيب أكل مخصوص يعني للقطة وبديها برضو وبدي عليهم فبيأكلوها ما شاء الله واستمتعوا بها يعني هناك هنا في في أكل القطط في أكل الكلاب في أكل العصافير في أكل كل الحيوانات يعني سبحان الله عندهم أخفاص وعندهم أكل مخصص لهم يعني فهي زي ما قلت لكم الآن مستمتعة وبتاكل يعني بحرفية شديدة لأنا بدعوه دعوه 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 أكل الزيدي يعني آآ آآ تمام ما شاء الله تبارك الله انتو كيف حواركم ان شاء الله طيبين وعملين شنو ان شاء الله كل شي تمام عندكم آآ لو كنت اول مرة تشاهدوا الغنب تحت اذي ارجو دعمي باللايكات والاشتراكات او السبسكرايب يعني واكون شاكرا مغدرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة